أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات البحرية أطلقت صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية USS Griffley في البحر الأحمر وفي بيان له أكد العميد سريع أن كل السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على اليمن هي ضمن بنك الأهداف وشدد سريع على أنه سيتم استعداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حقوق الدفاع المشروع عن اليمن وشعبه وتأكيدا لاستمرار الموقف اليمنى المساند لفلسطين